المباراة زي ما تكلمنا هتكون هي طبعا الأهم نستعرض مع حضراتكم يعني الأرقام بتاعة المباراة نهاردة لأهلي والاتحاد الشوط ده إجمال الشوطين فوز طبعا مهم جدا واحد صف تلات نقاط مهمين استحواز سبعين في المئة للأهلي مقابل تلاتين في المئة للاتحاد السكندري عاز أقول لحضراتك أن الشوط الأولاني كان الاستحواز طبعا وصل لتنين وسبعين وثلاثة وسبعين مقابل تمانية وعشرين وسبعة وعشرين التزديدات بقى هنا أنا عاز أقول لحضراتك أن التزديدات في الشوط الأول فقط للنادي الأهلي كان سبع منهم ثلاثة اون تارجت الاتحاد السكندري كان عندهم تزديدين فقط يا كابتن في الشوط الأولان الشوط التاني اختلف شوية بدأ أن هو التحدي يعني يخش في الجين في بعض الهجمات ولكن التزديدات بتاعته التمانية دول ما كانش فيهم أي خطورة لأن في واحدة فقط على اون تارجت وما كانتش فيها أي خطورة ولا شكلت أي خطورة على مرمى النادي الأهل تزديدات بقى من داخل منطقة الجزاء النادي الأهلي النهاردة الإجمالي كان فيه سبعة مقابل الخمسة والخمسة اللي احنا شفناهم زي ما قلنا حضرتك برضو ما كانش فيهم أي خطورة خالص للاتحاد من ناحية التزديدات من خارج منطقة الجزاء تلاتة للأهلي مقابل تلاتة اتحاد سكندري الفرص الكبيرة للمحققة النهاردة كان النادي الأهلي للأفضلية تلات فرص يعني كان ممكن ننتقل بأهداف ونحرز فيه مسكر كبير لأن الـ XG عند الأهلي النهاردة وصل يعني سري بوينت 80 كابتن كان ممكن نحن نعزز يعني الأهداف النهاردة التمريرات الصحيحة تخلى كابتن أن احنا تخطنا 600 تمريرا النهاردة منهم طبعا 542 تمريرا صحيحا النهاردة لأن الاستحواز وصل طبعا زي ما بنقول لـ 72-73% فكان عندنا تمريرات بشكل كبير جدا صحيحة حتى هنتكلم بقى على التمريرات الكاثرة للخطوط اللي هي في التلت الأخير وحتى التمريرات اللي داخل منطقة الجزاء يعني عاز أقول لحضرتك تحاد سكندري 187 تمريرة الشطة الأولاني بس كان عنده 65 تمريرة يعني ما كانش فيه أي استحواز لكرة ولا حتى كانت لمسات أو تمريرات يعني شفناها بشكل كبير التمريرات بقى في داخل منطقة الجزاء الـ 14 اللي هما حصل منهم 8 تزديدات للتحاد السكندري اللي هما بلا خطورة الـ 24 بالنسبة للتمريرات بقى اللي في التلت الأخيرة كابتن إحنا نتكلم من الـ 542 161 تمريرة كانوا كاسرة للخطوط وكانت في التلت الأخير يعني في طبعا تلت الدفاع عند الاتحاد منهم 113 بشكل صحيح بدقة 70% شفنا اه اختراقات كتيرة جدا في الشطة الأولاني كانت من الأطراف ولكن ما كانتش بتكمل يعني بشكل كبير زي ما حضرتكم وصفتوا بتحليل الفني كنا حابين أو الأفضل نلجأ أكتر للاختراكات من العمق بشكل أفضل من ناحية الثانية الاتحاد السكندري كل التمريرات اللي عملها في التلت الأخير في النادي الأهلي كان 62 تمريرة منهم 32 بس بشكل صحيح بدقة 52% يعني ناحية الهجومية النهاردة عند الاتحاد كانت ضعيفة جدا حتى من ناحية التمريرات في التلت الأخير عرضيات النهاردة الأهلي عمل 16 عرضية تقايل يعني منهم بس اتنين بشكل صحيح لأن احنا ما شفناش الدقة لعرضية بتاعت الهدف والواحدة التانية برضو كهرباء ما تعملش معها بشكل المناسب ناحية التانية الاتحاد السكندري ما كانش عنده أي عرضيات بشكل كبير هم سبع عرضيات طوال المباراة 3 بشكل صحيح بدقة 43% أما الركنيات النهاردة 8 ركنيات للأهلاء كابتن مقابل ركنية واحدة للاتحاد في التسعين دي تصديات حراس المرمى 3 شالهم طبعا حارس الاتحاد السكندري المهد سليمان الواحدة بس على المرمى الشناول اللي شفناها كسب الكرة واسترجاع الكرة كانت طبعا الاتنين مقربين وده الرقم اللي تكلمنا مع حضرتها كابتن أيمن قبل المباراة إن الاتحاد رغم أنه عنده مشاكل دفاعية ورغم طبعا التنظيم الدفاعي الكبير والفلسفة الدفاعية لكابتن طارق ولكن عند استرجاع الكرة كانت عالية يعني ده من النقاط الإيجابية اللي شفناها حتى في المشوار الدوري حتى اللي أنا عند الاتحاد يعني مقارب النادي الأهلي بس احنا تكلمنا في نقطة مهمة جدا خسرت الكرة فيما بعد بالزبط كده فيما بعد بالزبط وده اللي جي منه الهدف مزبوط وده اللي شفناه على طول بالزبط تبع الكونتر برسنج عند الأهلي دايما عالي وحضراتكم دايما بنوصفه حتى بالأرقام بتقول لنا الأهلي على طول في حالة فقد الكرة بيقدر نورا استرجع الكرة بسرعة جدا الاتحاد آه بيسترجع الكرة وبيفقدها بسرعة جدا فبالتالي التفوق بقى بالسنايات أكابت النهاردة كان رقم كبير عند النادي الأهلي من ناحية الدقة من ناحية ان انت تكسب 32 يعني التحام سناي النهاردة سنايات كبيرة كتير النهاردة بالجملة وكان لها يعني رامي النهاردة ومحمد عبد المنعم بصراحة وكان لهم دور كبير جدا سماياتي طبعا أكرم وحنتكلم بالأرقام الانديفيدول عند بعض اللاعبة الناحية التانية عند الاتحاد 47% فقط هم كسبوا 28 من إجمالي 60 أما النادي الأهلي طبعا كان التفوق هنا من التفوق بالسنايات يعني ده بالشكل الهجومي والشكل الدفاعي عند الفريتين النهاردة باب نتكلم على محمد عبد المنعم آه أكرم خد رجل للمباراة ولكن عايزين ندي بقى محمد عبد المنعم لأن أفضل أرقام وأفضل كان محمد عبد المنعم ثم رامي ثم أكرم يعني من الناس اللي هي اللعبة اللي لها دور كبير جدا النهاردة في امتصاص طبعا حضراتكم وصفتوا وكانوا بيمتصوا كل الهجمات اللي هي لقى تشكل خطورة بشكل كبير ولكن دايما كانوا متواجدين شفنا النهاردة عبد المنعم لمس الكرة 96 مرة عمل تمريرات بقى النهاردة يعني 88 دقة منهم 81 يعني عمل 7 تمريرات بس بشكل يعني غير صحيح يعني فده نسبة كبيرة جدا 92 في المية دقة تمريرات عنده عمل شارك في اللون بولس النهاردة 13 واحدة منهم 11 بشكل صحيحة كابتن كسب سنايات كلها كل السنايات النهاردة اللي تلعبت على محمد عبد المنعم كسب يعني محمد عبد المنعم تقريبا في اخر 7 مباراة مفيش حد كان بيراؤه يعني كسب كل السنايات ناحية التحامات الهوائية برضو عنده يعني اربعة التحام فيهم كسب منهم اتنين فارقام كلها ايجابية خاصة من ناحية الدفاعية اللي احنا اللي لعب الدور كبير جدا محمد عبد المنعم قرامي ربيع بما ان طبعا اكرم النهاردة رجل المباراة فحابين استعرض ارقامه اكرم كان عنده تبريرة مفتاحية بالمناسبة والهدف الملغي كان عنده لمس الكرة النهاردة 79 مرة تمريراته 63 56 منهم شكل صحيح بدقة 89 في البيع تمريراته الطولية اربعة منهم واحدة بس صحيحة كسب السنايات النهاردة كابتن مش ده الرقم انه تعودين عند اكرم لكن ان هو يلتحم في 11 مرة يكسب منهم اربعة ده رقم يعني متوسط او جيد بس عايزين ننبه لحاجة يعني ان معدلات الجاري عند لعيب خط الوسط زي اكرم توفيق اكبر من معدلات الجاري من لعيبة قلب الدفاع زي منعم ورامي ربيع بالرغم من اداءه المميز صحيح لا معدلات الجاري دايما اكرم هتليه هو الاكتر كلام طبعا صحيح 100% لان لعب ستة هو بوكس تو بوكس او حتى ثمانية فتلاقي المركزين دول اكتر ناس في معدلات الجاري بكل تأكيد عبد المنعم او الدفاع حتى الازهرة على حسب بقى طريقة اللعب يعني فيه فتلاقيهم بيجروا كتير اما فيه لعيبة بتبقى فيه اشتفات تحفز على حسب طريقة اللعب وتعليمات المدارة دي بالنسبة الارقام النهاردة وارقام افضل لعبين النهاردة كنا بس بنقول قبل المباراة كابتن فيه حاجتين الحاجة الاولى ان ملاحظ في ارقام الفرق في الدوري المصري حتى الان فيه تناقض كبير جدا فيه فرق يعني في الترتيب في التوب فايف والتوب سيفن مسلا ولكن بالمينس في الاهداف واستقبال الاهداف معدلات التهديفية عند الفرق الدوري ومعدلات استقبال الاهداف سايق جدا والده بيتعكس بالارقام تخلي احنا عندنا 18 فريق كابتن شريف 18 فريق عندنا تسعة وعشر فرق بالمينس يعني بلدية المحلة معدل التهديف عندها واحراز الاهداف واستقبالها للاهداف وصلها لشكل دوت معانا النهاردة يعني بعد اربعة وعشرين وخمسة وعشرين لقاء او مباراة لمعظم الفرق ده كابتن مينس 22 عند البلدية الداخلية مينس 18 المقولين العرب مينس 15 فارقه نفس الكلام مينس 11 الجونة مينس 9 البنك الاهلي مينس 6 كويس انت بتكلم كمان عن ايه واللي نكمل هو اسماعيل مينس 4 نحن بنتكلم على فرق من تحت كويس انما كمان في فرق من فوق نفس النظام صحيح الاتحاد نفسه مينس 5 طلع الجيش 20 عشان كده 0 فهي مش في المينس ولكن النسبة كبيرة يا كابتن انا متكلم في نسبة خمسة خمسة خمسين في المية من فرق الدوري بالشكل اللي هو فيه مينس ده معدل استقبال يعني حتى الناحية الدفعية والناحية الهجومية فيهم مشاكل واضحة اه ده يعني ايه ده يعني ان احنا لأ احنا عندنا مستوى الدوري او مستوى حتى الكرة بشكل عام فيه لأ علامات استفاء يعني حتى لو بصينا على مين هدفين الدوري من النسب التهديفية سراميكا اللي بنقول ان هي 38 هدفة حسام اشرف من البلدين حسام عنده خمس اهداف او 6 اهداف ضربات جزاء متكلم بعد كده هتلاقي مبلوله هتلاقي لابل اسمه انور اللي هو مهاجم البنك الاهلي حتى بواتينج اللي هو اللعيب النهاردة بتاع الاتحاد جاب 6 اهداف مثلا هتلاقي الترتيب نفسه فيه تشكيل يعني مختلف ومعظمهم لعبة اجانب وحتى المعدل التهديفي من 24 25 مباراة مش النسبة الاعلى ولكن متوسط ممكن تكون جيدة ومعدل التهديف الدوري كله كام دلوقتي اعداد الاهداف اه يعني اعداد الاهداف ونقسمه على المباريات هيديك المعدل التهديفي يعني هل في المباراة اثنين واحد من عشرة او واحد من عشرة متوسطات متوسطات يعني بتختلف طبعا لو احنا بنشوف اجمالي هنظلم فرق كتيرة احنا دايما لما نيجي نقيم مثلا دوري في حتة هجومية او دفاعي او متوسط يعني مثلا دور الايطالي كان طول عمره تبص تلاقي نسبة التهديف فيه حوالي مثلا اه واحد من يعني في المباراة الواحدة ممكن جوه تمام بالنسبة والتناسبة صحيح يجي الدور الاسباني بيبقى حوالي اتنين مختلف يجي الالماني بقى فيه اهداف كتير بيبقى من اربعة لخمسة همتكلم مثلا على الدور الانجليزي هتلاقي كابتن خمس فرق بس هم عاملين معدل عالي لا انا مش بتكلم عن فرق بتكلم على مجموعة الدور كله وكل ما بيكون في ديربي ما بين الفرق كتير بيبقى في الدوري اللجوان بتقل على فكرة كل ما بيكون فيه فرقات كبيرة قوي كل ما اللجوان بتزيد يعني انت لما بتصارع مثلا تمن فرق بيصارع على الهبوط هيبقى عندك كم اهداف اكتر لان الفرق اللي فوق بتجيب اهداف كتير قوي انت فاهمني فالنهاية دي النسبة اللي تقدر تتكلم عليها وتوصل لان الدوري بتاعك هل دوري هجومي هل دوري فيه حتة التحفز هل 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 يعني النهاردة مثلا الاتحاد كم هدف عليه ما ينس كم يعني اللي دخل فيه تلاتة وثلاثين هدف هو رقم كام السادس كان قبل المورا يعني السادس بتتكلم على السادس داخل فيه أربعة وثلاثين هدف وبتتكلم على الاول مثلا داخل فيه حوالي سبعتاشر سبعتاشر هدف سبعتاشر هدف سراميكا سراميكا مثلا هي جابت تمانية وتلاتين هدف سراميكا مثلا هي جابت تمانية وتلاتين هدف ولكن فيه تسعة وعشرين هدف فهي بلاس تسعة ده المصر جاب المصر التاني داخل فيه اتنين وتلاتين هدف التاني ها بس عشان المباراة مؤجلة حتلاقي أرقام غريبة جدا هوا ده احنا نتكلم عليها كابتن عادل هتلاقي دايما تفاوت ما بين الفرق لو انا سمتها بشكل عام فحظلم فرق لان فيه فرق بتلعب الكرة هجومية وعندها معدلات تهديف يعني معدل التهديف عند النادي الاهلي 2.3 معدل التهديف عند سراميكا 1.5 بالنسبة لعدد المباريات عدد المباريات وعدل هدف المسادلة حتى برامت المتصدر برامتز هوا 1.7 يعني الاهلي افضل معدل تهديف بالمباراة احنا دلوقتي بقينا قدوا في التهديف عدينا لا عدنا احنا بقينا زي سراميكا كليوباترا وملعبتش سبع مباراة مزبوط او 6 دلوقتي فعشان كده دايما المتوسط بالمباراة هو اللي بيوريك الشكل الهجومي اللي الفريق عامل ازاي وعدلات التزديدات ومحاولات والفرص لالاهلي هو الافضل من اقل عدد مباراة تلعبت حتى الان وحتى في الناحية الدفاعية اه طبعا احنا مش راضيين عن ناحية الدفاعية لان احنا سبعتاشر هدف في السبعتاشر ولغم ان انت ملعبت الست ماتشاط يعني من ناحية التانية العكس اللي هي الدفاع انت اقل كتير او من السلفات مزبوط ده بشكل عام ولكن الارقام زي ما نقول في تناقض كبير اخيرا احنا نتكلم حاضراتكم ما وصفته وكنا قبل المباراة كابتناعمل لو انت تفتكر ان الاتحاد عنده مشكلة طبعا في الاختراكات من العمق دايما شوفنا في التلات ماتشاط الاخيرة حتى ماتش الزمالك ماتش الاسموحة دايما كل الاهداف اللي دخلت فيهم بالشكل ده نهاردة كان الاطراف مقفلينها كويس جدا علينا حتى حاضراتكم يعني طلبتوا ان يبقى فيه اختراكات من العمق شكل كبير دي كان لعبة لو نجيبها من اولها لما بدأنا نلعب الكرة لونج بول في العمق هنا بتشكل خطور دي كان واحدة منهم دايما نتحرك التحرك طبعا ودايما خلي بالك بيبقى فيه عدم تفاهم بين المهدي سليمان وخلبية الدفاع اللي قدام ودايما فيه مساحات ما بين الازهرة عندهم والمساكين وخلبية الدفاع فدي واحدة من الهجمات اللي بدأت بقى الاهلي لما بدأ يلعابها شكلت خطورة ده طبعا خلت كهرباء فيه انفراد بماجة المربع لو هنكمل فيه فيه فرص كتيرة جدا تلعبت في نفس الشكل بصة كابتن نفس الكلام هنا دي نفس الكلام في العمق برضو يعني انت بتتكلم كل الاطراف وكابتن بلال تكلم على الموضوع اللعب بنتريشان اعتمد او نكتره في العمق فهنا بعد اه بعد الحالات كابتن شريف الكرة لا ممكن تجيب الكرة اللي فاتت لا ايه كرة دي ايوة دي الكرة دي تلعبت اللي كابتن محمود الخطيب عملها بوش رجله من فوق عرس المربع ماتش كوتوكو صحيح كابتن ماتش كوتوكو لو جبتان هتلاقي شبهها بنسبة كبيرة جدا 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 لو موجودة معانا كان الجني الاولاني صحيح احنا بنتكلم ان احنا هي دي بس اللي انا حبت اختم به بعد الارقام الارقام كانت بتدلل فعلا انا كابتن بلال ان الاتحاد بيخسر كرة كتير وتقدر تضربه في العمق بالاختراقات في العمق سواء كان بلونج بولز بشكل ده او كرات على الارض بص اهم يعني اهم حاجة او اقل حاجة عند الاتحاد عارف ايه هي عشان كده بدخل فيه اهداف كتير قوي انه ما بيحتفس بالكرة في الجزء الامامي صحيح هو بيسترجع الكرة بسرعة بيخسرها بسرعة بيخسرها بسرعة انه دفاعه حتى لما قلت المهد السلمان مش متفاهم مع المدافعين لا هم مجهدين طول الوقت كل الوقت الكرة تجي لهم يلعبوها على قدام تترد عليهم هاجم يدفعوا كويس ويجروا ويتعبوا وبعدين يودوها لا بس انا بتابعهم على طول المشكلة دي موجودة على طول ايو يا كابتن ما ما بياخدوش نفس لان الكرة بتتلعب قدام ما بيحتفزوش انت لما بتحتفز بالكرة في الجزء الامامي اللي بيحصل نص الملعب والمدافعين عندك وحالس المرمى بياخد نفسه وبيقف وبيحضر نفسه وبيقف الوقفة الصحيحة بتاعتك لكن قر وفر قر وفر حتى كانت بتتقل الالدق الكتير بيفوك اللحام وهو بيتفاك على طول الفرقة اللي التحاب بيدخل فيه اهداف كتير جدا من الموضوع ده الاخر رقم بيدلل على كلام كابتن عادل هو ان عدد تمريرات عندهم هما قال فرق في التمريرات حتى حتى في التلت الاخير بيصول ستين تمريرة فقط يعني اجمالي في الاربعة عشرين او خمسة عشرين مباراة كابتن عادل كمتوسط ميتين ستة وخمسين تمريرة صحيحة تخالي عند دقة بتاعتهم بتصل لواحد وسبعين في المية فبالتالي زي ما حدتك بتقول بالزبط هم على طول كرة فبيخسروا الكرة بسرعة والتمريرات حدوه مزبوط ده بشكل عام مبروك مرة تانية ويعني اللي نشوف بقى اللقاءات الجاية كل ماتش بماتش 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 بالزبط ان شاء الله